كما أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت ما يقرب من 9000 حاج من ضيوف الرحمن المصريين وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لهم كما وصل عدد الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية إلى 4 حالات ووضعها الطبي مستقر ولم يتم رصد أي حالة وبائية بينهما حملات مرورية وجولات مفاجئة تقوم بها فرق البعثة الطبية على مدار الساعة بأياداتها كافة التي يقتون بها الحجاج المصريين بمكة المكرمة للوقوف على أداء وجوتة الخدمة الطبية التي تقدم لهم أينما كانوا وتدليل المعوقات كافة التي قد واجهها الطباء الأيادات الطبية للقيام بأدائهم المنوط بشكل مجود كنا بمر مساءً على كل الأعيادات الموجودة في مكة وعداتهم 11 أعيادة عشان أول حاجة نتأكد من التزام الفريق الطبي الموجود معنا إن هو موجود وبيقد الخدمة ونتأكد الحاجة التانية من توفر كل الأدوية وكل المستلزمات اللازمة لعمية التشغيل والحمد لله عدنا على كافة العيدات الموجودة ولقينا فيه التزام من الأطباء لقينا توفر كل أنواع الأدوية وكل أنواع المستلزمات مرودة مستمرة على مدار الساعة مني ومن كل الزمل الموجودين في الإدارة البعثة عشان نتأكد من إحنا بنقدم كل الخدمة لكافة الحجاج المصريين ونتمنى لهم جميعا يا رب تقبل الحج وسلامة العودة لأرض الوطن كما تتضمن الجوالات المرورية للفراق الطبية عمل الدعم اللوجيستي اللازم للإيادات البعثة من توفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والدوائية أولا بأول لمواجهة زيادة المترددين على الإيادات الطبية من الحجاج المصريين بشكل ميسر بنمر عشان نتابع أحوال الحجاج في الفنادر التابعة للبعثة المصرية نتابع حالتهم الصحية نتابع لو فيه حاجات من الأمراض الضغط والسكر نتابعهم لغاية ما ننتظم معهم الأمراض المزمنة نتابع لو فيه أمراض معضية ظهرت لقدر الله نقدر نتابعها معهم برضو من الحاجات اللي بنتابعها إمداد العيادة اللي موجودة بالأدوية اللازمة لها إمدادها بالتوعية بوسائل التوعية للحجاج التردد عندنا وصلت تقريبا ل7700 حال التردد عندنا في مكة من ساعة ببدأنا فتحنا العيادات حالا حتى الآن أغلب الترددات علينا بتبقى ترددات لإما بسبب إرهاق أو وجع في القدمين في المناسك أو عشان الجايين من المدينة بالإضافة للإرهاق عموما بالشكل البدني مع الجاد الحراري قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات تشغيصية وعلاجية بل ووقائية ميسرة على مدار الساعة ما أصروا معنا من علاج لكشف لأي شيء ما شاء الله أحسن استقبال طبعا نستقبل هنا أحسن دكاترة موجودين ما شاء الله الله ومسلع النبي ما أصروا مع أي حد كان تعبان وقدموا أفضل العلاج وكله بالمجان الحمد لله أنا تعبت في المدينة والجماعة نزلتولهم صراحة ما أصروا معي في أي حاجة كشف وعلاج والحمد للغرب العالمين لما سابونيشن لما تطمنوا عليها أخذنا ممتازة واهتمام بالحجاج واهتمام بالمصريين فرأ كل بحثة الطبية تجوب عيادتها كافة على مدار الساعة للوقوف على مدى جاهزيتها في تقديم خدمة علاجية ترتقي لمستوى الحدث محمد حلمي التلفزيون المصري